مرحبا أصدقائي صديقاتي أتمنى أن تكونوا بخير فيديو هذا اليوم صراحة هو من أسهل الفيديوهات بالنسبة للغة الألمانية ولكن في نفس الوقت نصيحة مني يجب أن لا تستهينوا به ركزوا على كل جملة في هذا الفيديو فهي مفيدة جدا وركزوا على كل شيء سنشرحه اليوم ومتابعة جيدة لكم وشكرا كما نرى نرى في الصورة هناك سيارة على اليمين وهناك منزل إذا شرحت أكثر هناك منزل وبجانبه أو بجواره ماذا؟ بجواره سيارة كما نرى إذن كيف نقولها باللغة الألمانية؟ بكل بساطة أريد أن أقول السيارة بجوار المنزل كيف أقولها بالألمانية؟ أقولها على الشكل التالي السيارة السيارة ماذا؟ بجانب المنزل إذن ماذا استعملنا؟ استعملنا وهي بالأحمر ومعنى بجانب إذن نجب أن لا ننساها وربما تسألونا لماذا قلنا ديم هاوس ديم هاوس صراحة لن أجيب على هذا السؤال حتى الفيديو القادم إن شاء الله لأننا كما نعرف رأيناها كثيرا في الفيديوهات السابقة نقول داس هاوس داس هاوس داس هاوس وهي اسم المحايد وهي الكلمة الصحيحة ولكن تحولت من داس هاوس إلى ديم هاوس لماذا؟ لن أستطيع أن أجيبها الآن سأجيب إن شاء الله في الفيديو القادم ولكن أكتفي الآن أن أقولها فقط بأن نيب معناها هي بجوار السيارة بجوار المنزل إذن فلننتقل ونرى الحالة التالية مباشرة ما معناها؟ معناها داس بوغ الكتاب الكتاب ماذا به؟ على الطاولة على الطاولة أين هو الكتاب؟ كما نرى في الصورة حقا إنه على الطاولة إذن إذا وضعنا مثلا قلم على الطاولة نستعمل أوف إذا وضعنا كتاب على الطاولة نستعمل أوف على الطاولة إذن لا تنسوا إذا وضعنا شيء معين على الطاولة أو على مائدة وهكذا أو على الكرسي وهكذا نستعمل أوف الكتاب موضوع أو كتاب على الطاولة لا ننسى أوف فلنرى الحالة الموالية ماذا أقصد؟ أولا ماذا أقصد هنا؟ ماذا هنا؟ هنا طائرة وهي وهي الطائرة الطائرة أين هي؟ في السماء والمدينة هي وهي المدينة معناها إذن المدينة أوبا فوق فوق أو عفوا الطائرة فوق ماذا؟ المدينة نعم أحدكم يفكر يقول قالت لنا في المثال السابق بأن الكتاب فوق الطاولة أو على الطاولة فلننتبه إلى الفرق فرق بين أوف على وبين فوق الطائرة فوق المدينة والمسافة كبيرة جدا نستعمل إيبا هناك فرق ما بين أوف وما بين طبعا إيبا إيبا لاحظتم المسافة كبيرة ما بين الطائرة والمدينة إيبا الطائرة فوق المدينة فلننت وغالبا إيبا تستعمل في هذه الحلاز فلننتقل ونرى المثال الموالي دي كيندا لن أرحمكم دي كيندا معناها رأيناها كثيرا جمع طبعا دي كيندا دي كيندا مفرد دي كيندا جمع دي كيندا زين إن دي شول الأطفال يكونون أين الأطفال أين الأطفال كما نرى في الصورة لدينا مدرسة صورة تقريبية وأشرت بسام كيندا كيندا الأطفال الأطفال أين هم داخل المدرسة داخل المدرسة داخل المدرسة دي كيندا زين الأطفال يكونون دي شولة داخل المدرسة ولن سيسأل أحدكم لماذا هي دي شولة وهنا مكتوب دي شولة لن أجيب حتى الفيديو القادم إن شاء الله المهم الآن أن نفهم أن إن معناه في هذه الحالة داخل الأطفال أين هم يكونون داخل المدرسة كما نرى في الصورة تيمو وماريو تيمو يجلس في الأمام وماريو وراءه مباشرة أو بين قوسين التعبير الصحيح خلفه إذن ماريو زيت هينتا تيمو ماريو زيت هينتا تيمو ماريو خلف يجلس خلف تيمو مشروحة ولا دعية لإعادة شرحها ماذا؟ السيارة ما بها أمام محطة القطار السيارة أمام محطة القطار ماذا سأملنا كي نقول أمام أمام فور يعني أمام يجب ألا ننساها حسنا إذن السيارة أمام محطة القطار بكل بساطة يجب ألا ننساها لهذا وضعتها بالأحمر وهو قلم رصاص يكون أين 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 تحت كما نرى في الصورة تحت ماذا؟ الكرسي تحت الكرسي إذن عندما نريد أن نعبر عن شيء ما ونريد أن نستعمل التحت ما هو التعبير الصحيح؟ أم تا حسن جدا فنرى المثال الموالي Das Auto steht an der bus halte stelle السيارة أين تقع السيارة؟ أين هي السيارة؟ السيارة بالقرب من المحطة السيارة بالقرب من المحطة bus halte stelle معناها المحطة إذن السيارة بالقرب منها وبالتالي نستعمل an ديا بلايشتر stelle تفيشن ديم هيندي و ديم غاديو تفيشن ما معناها في رأيكم؟ ماذا قالت الجملة؟ ديا بلايشتر قلم الرصاص أين هو؟ شتاز يقع موجود أين 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 بين 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 ديم هيندي يعني بين الهاتف الخلوي و ديم غاديو و بين الراديو إذن بين ما معناه بين بالألمانيا؟ أو ما هي بين بالألمانيا؟ ماذا؟ ماذا؟ تفيشن حسن جداً تفيشن وهي تفيشن وهي بين إذن فلنرى التمرين الذي أمامنا ونحاول إنجازه مباشرة إذن كما لدينا نقاط حمراء ديا بانك و ديا بوست إذن أنتم سترون الصورة جيدة أين تقع الدراجة ثم تكتبون الجواب فلنرى أيضاً باقي الصور إذن أنتم فكروا أين هي السيارة السيارة في المنزل ولكن أين هي بالداب فكروا جيداً ثم اختاروا الجواب الصحيح إذن أنتم فكروا أين هي السيارة السيارة في المنزل ولكن أين هي بالداب فكروا جيداً ثم اختاروا الجواب الصحيح داس داس أوتو شتيت نقاط حمر ديم ريستور أنتم فكروا في الجواب أين هي السيارة أين هي وهنا مطعم وسيارة إذن أنتم ستختارون الجواب الصحيح إذن فعلا في شن هي الجواب الصحيح ولماذا بكل بساطة لأن معناها بين وفعلا الدراجة جاءت بين البريد وبين البانك فلنرى الجواب التالي أوضع إن داس أوتو شتيت أوف ديم بارك بلاس إذن وفعلا السيارة أين هي في في البارك كما نسميها ودائما المكان المفتوح نقول له أوف تذكروا جيدا عندما يكون المكان مفتوح نقول أوف مثلا هل تذكرتم مثال زوبا ماركت السوق إذا لقينا أو وجدنا أوف ديم ماركت معناها السوق المفتوح وإذا وجدنا أوف ديم بارك بلاس معناها الباركين ولكن أين هو في مكان مفتوح هذا يجب أن ننتبه إلى الفرق فلننتقل ونرى الصورة الموالية إذن كما نرى بأين أين السيارة السيارة في منزل فعلا هذا صحيح ولكن أين هي بالضبط هي تحت هي تحت هي في أسفل المنزل ولكن بالضبط هي تحت السيارة تحت المنزل السيارة تحت المنزل إذن نستعمل أنت فلنرى الجواب الموالي إذن الجواب الموالي أين هي خلف المطعم إذن نستعمل هنت وهي خلف المطعم إذن أصدقاء صديقاتي حض موفق للجميع ركزوا جيدا على هذه المسترحات الجديدة فهي سهلة جدا ولكن يجب أن ننتبه إليها ونتظروا الفيديو القادم إن شاء الله هو الذي سيحدد لماذا نستعمل ديم ولماذا نستعمل دية إذن حض موفق للجميع وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر